حذرت وزارة الصحة من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية مبينة أن أغلب الدول الأوروبية رفعت القيود نظراً لاعتمادها على اللقاحة وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة ربا فلاح في تصريح صحفي أن انخفاض معدل الإصابات لا يعني أن خطر كورونا قد زال فيما أكدت أن متحور أوميكروم ما يزال يشكل خطراً على البلاد متوقعة ظهور سلالات جديدة أشد وأخطر من سابقاتها من جانبه دعى مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير المواطنين إلى تلقي اللقاحات ضد كورونا لمنع انتشار الفيروس فيما بيّن أن الراقدين في المستشفى لتلقي العلاج هم من غير الملقحين